ازمة حقيقية لكن في نطاق الشرعية هذه المرة تتماثل صورة شكلا مضمونا مع ما تعانيه المناطق الخاضعة للميليشيا وان اختلف المكان جرعة سعرية مفاجئة في محافظتي الجوف ومأرب تجاوزت حدود المعقول وبلغت ذروتها في ظرف ساعة او هكذا يريد البيهات النفط وتجار الحرب الواقفون وراء كل المضاربات في اسعار المشتقات النفطية لا فرق بين الانقلابين والشرعية الدب البترول في خمسة الف لماذا نشتكي لماذا نروح المواطن معاده بناقص قد المواطن مسكين قد هو خلاص مخلوس خلسوه طوابير عريضة مصابة بالهلع والخوف امام محطات الوقود التي سرعان ما رفعت تسعيراتها لتصل الى خمسة الاف ريال مقابل دبة البنزين ذي العشرين لترا وهو ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين واسعار موادهم الغذائية التي ترتفع لارتفاع اسعار المشتقات ناهيك عن استغلال بعض التجار لمثل هذه الظروف الصعبة موجة سعرية خانقة ليست صنعاء وحدك من تتجرع ويلاتك الناجمة عن قرار الميليشيا بتعويم الاسعار لكن الامر ذاته ينطبق على قرار حكومة الشرعية مؤخرا وفتحها الباب على مصراعي لاستيراد المشتقات النفطية بالاضافة الى رفع السعر الرسمي للبترول والديزل في المناطق المحررة نطالب الحكومة الشرعية بان يخفضوا المشتقات النفطية وان يضعوا لها حد ملامح ازمة اقتصادية تتبدى عنوينها هنا في محافظة الجوف وما تشهده من ارتفاع جنوني للأسعار فضلا عن انهيار العملة المحلية وآثاره على المعيشة اليومية التي تتفاقم يوما بعد آخر في حين لا بوادر تدل على انفراج الأزمة ولا حلول تحملها الأيام سوى الموت والمجاعة والمرض كأقل الخيارات سوى علي الجرالي قنة بلقيس الجوف